صباح الخير صباح النور بنتي صباح الخيرات يا روحي صباح الخير قدرت تنام ممنيح؟ يعني حاولت كل الليل عم فكر هل الصبح ما دق الطعم النوم أنا برأيي الأحسان إنه نحكي مع أمه لزهرة ونشوفها ليش نتحكي معها بنتي؟ شو رح يتغير؟ يعني هي بالنهاية محكومة مؤبد دخلك وحتى إذا عرفت زهرة رح تقدر تشوفها لأمه بعدين حسب ما سمعت إنه عقلها ماله زيادة يعني إذا زهرة إجيت وشافت أمه بها الحالة ما رح تنبسط بالمرة ومدام سلامتها العقلية مو زيادة ليش محتفظين فيها بالسجن لهلأ؟ شو القصة؟ أنا برأيي مع هيك إذا عرفت إنه بنت عايشة رح تفرح كتير وهيك رأيي كمان لأنه الأم شو ما كانت مش تحيل إنه تأذي ولادها يعني أنا لو بيجي حدا اليوم بيقلي إنه بنتي لسات عايشة فسدقوني وقتا أنا رح بوس إيده جبني؟ يلا كنيني كلنا اليوم عم يشتغلوا أشو هالنشاط هات؟ بس اليوم مرت عمي بدك تزعلينها منك هيك؟ آه، أنتو دائما هيك آه؟ بس رغم هيك، المفروض نجيب واحدة تشوف شغل البيت هيك أحسن حطيتو خبر متل ما قلتلكون؟ أي مرت عمي، بها اليومين رح نلاقي واحدة تكون منيحة ومتل ما بدنا إن شاء الله أنا منبارح المساة مسحت البيت كله ونظفته ستي لوري فين يروح اليوم مع علي على المشفى وضل جنبه إذا ما عندك مانع؟ إيه روحي معه، لازم تساعدي لعلي ساعديك رمال، يرجع يوقف على رجليه ويفرحنا يعني طولت قاعدته ودلاله علينا ما هيك؟ شو رأيكم إن أخده لدلال على السوق اليوم؟ يلي بتشوفي، هلأ بعد الفطور رح أحكي معه إيه؟ فرحتي هلأ، ما بعطيه لحدا وأخيرا رح أشوف أولاد أحفادي يعني عدنان رح يفرحني شوي قبل ما موت شو شبتي التحليل معيك؟ يعني لأنه ممكن دكتور يطلبون مؤمنة لوين؟ أنا بدي روح معكن لا ما في لزوم، خلص أنت خليكي هون أنا بدي ربالي على سونا، يلا أمشي معي مصر مبسوطه كتير لأنه ليناب ملى زهرة أنا لازم احكي مع ألي مشان خبره هالشي لا عزت لا انا ما بدي انه زهرة تدرب الشي بخافي انكسر خاطرة للبنة خلينا بالاول نتأكد من الموضوع شوفي اهلين علي كيفك عزت ني حبيبي انت كيفك طمني شو اخبار اهلك كلهم منح اخي طمم ما في شي ليك شو بدي اقلك زهرة واقفة جنبي هون ومتوتر كتير رح عطيها التليفون ماشي يلا انتبهوا على حالكم خي الو زهرة اصحك تخبرها عمي عزت تعرفتوا شي عن اهلي قولي بسرعة ما عد فيني اصبر يعني فيك تقولي هيك شي اه يعني عمي سامي ما قال انه بيعرفون هو ما خبركن اي شي يا ترى لان بلا خبرنا زهرة وان كل شي بيعرفوا كمان ايه قللي شو قال طيب من هن اهلي يلا خبرني نحنا ما رح نخبرك اي شي هلا لحتى نتأكد ماشي انت صبري شوي ماشي عمي متل ما بدك انا اطردكن لك وصل سلامي لأحلى معلمة بدلني وقلنا يخليلي اياكم ماشي معلمتك وصلة سلامك هلا محنطول عليك ان شاء الله كلمة لنا عم نغرق اكتر سامي عم نغرق اكتر واكتر انت رح نرتاح بقى انت لانت رح تضل تكذب على ملك اصلا انت منين بتعرفها لهي المرة انا كنت مستلم قضيتها ولما هي انقمض عليها بنته كانت متوفي يعني هلأ ملك رايحة مشان تقلها انه بنته بعد عايشة جاوبني كم واحد ناوي لسه بتعدى بخطيته يا سامي عم بتخلي بنتك تقول لها مرة تانية انه بنته موجودة وهي بالحقيقة بنته متوفي وحفيدتنا المعصودة معقول عم قللك المخلوان حكمة مؤبد يعني ما رح تقدر تطلع رغم هيك محرام هلأ هي رح تفكر انه زهرة بنته طيب او اذا حبيت تشوف زهرة شو رح تساوي وقتها قللي ما رح تقدر لا اذا بتطر بجيب زهرة لعنة مستعد اعمل كل شي كرمال ما اغسر بنتي ملعب شو هاد بخيلك يا ربي رحمتك يا ربي يلا لشوف حرك اللا حرك اللا ماشي دكتور يلا تفرجي زهرة اهم شفتني مو ايه برافو عليك ارتاح هلأ بعد شوي منرجع ما نكمل ماشي دكتور عالي مو معقول برافو عليك ما كنت بعرف انك صرت بمرحلة ما تقدميك لها القد أنا بس حط شيء براسي ما بتركه قبل ما أعمله زهرة دخل عيوني خدي هالمصاري وشبيلي مي لأنه عط شاني كتير دكرم علي الله يسلموا كتير ميح وعدك رح سعدك سنة ورح نفس وحدي هي بخير دكتورة منيحة كتير والبابي منيح ها كله تمام صار فيني يقلك شو معه معه ولد عن جد عم تحكي؟ عن جد ولد؟ ايه طلع يا سلام عليكي طلبي مني يلي بدك يا أنا بدي اتشكركون لأنه سمحتونا نشوف أسيل خانو سامي بيك فضله علي كتير كبير ما كان فيه رفضله طلبه وبعدين أسير رح تنبسط كتير لأنه لحد هلا ما حدا زارع كيف يعني؟ ما إلا حدا بنوب؟ أنا حسب علمي ما إلا حدا بنوب في عنده جده وبس وكل فترة بتتراسل معه هو خطيار ومريض لهيك ما أجى ولا مرة لعنده فوتي انت حكيا ممكن أنا ما ترضى تحكيه قدامي شكراً لك العفو عزبناك لا تخافي أنا ناطرك وهي رح يجي الصبي والله لقد اتبع له عشر خواريف بس لا يجي مش الله ألف مطر اسلام تعيسونا تعي تعي يا أم ابني تعي شكراً لك مرحبا أسيل خانو أنا ملك سايقنار بنته لسامي سايقنار النائب العام سامي بيك شو جا بيك؟ أنت شو بدك مني؟ بصراحة جيت لخبرك شغلي عرفته من بابا من فترة قصيرة ولازم تعرفيه هذا المفروض عن شو هم تحكي شو الشي اللي لازم أعرفه؟ إي حقك بس لكي ما في داعي للخوف بنوب بالعكس هو الشي بيفرح وشي رح يضيف معنى لحياتك بعرف أني رح ضل عايشة كل حياتي محبوسة هون وبرى الحبس كمان ما عندي غير ردي وصحته عدو يعني شو ما خبرتيني ما رح يضيف لحياتي أي معنى صدقيني كتير حلو لأنه لأنه بنتك لأنه بنتك لساتة اللي هلأ موجودة ما ماتت لا استحيل بنتي ماتت مو مظبوط ما رح يصدقك حكي كذب كله ها طولت زهرة يسلموا يسلموا داكي زهرة آيه بالمناسبة هزري شو قال لي الدكتور خلال كم أسبوع رح يقدر أمشي عن جد ما عم صدقه الشي خبر حلو كتير وإمك رح تفرح كتير كمان إن شاء الله بتقوموا بتفرحوا إن شاء الله بس وقتها ما رح ضلهون أول مواقف ع رجلية رح أخد سونة ونهرب سوا وأخيرا أسيل هنا نكذبه عليكي أنت شو حم تحكي جديدة فأنا بإيده بعدين جدي ما بيكذب عليه بالمرة يمكن هو نجبر إنه يكذب عليكي هي عايشة مو؟ أحكي أحكي طيب كيف هي منيحة؟ حلوة كتير وزكية كتير ومهضومة عايشة بمنطقة هارمانلي عائلة كيرمان هن اللي عايشة معن هلأ بس بعمره لصغير بسبب المبادلة يزوجوها كانت طالبتي كمان وأنا حاولت كتير إمنع زواجها بس زهرة قريبا رح تخلص من المبادلة ورح ترجع حرة وقتها وهيك يعني رح تقدر تكمل تعليمها قلتي لي زهرة اسمها وهي سورة تشوفي من تي يا حياتي ان تي بما أنه طلعنا عالسوق شو رأيكم نختار قروت العرس ونخلص منهم؟ مشان يجهزوا بأسرعات مالعات يا فرحتي لحدة ولا أنا مرت عمي خلونا نشوف الشراشة في اليون لازم أخذنا طلعتة وعندك بجهازك مكشكشين كمان اتركيها إذا عاش بينا خليها تاخد اللي بتضيع عدمان بعد فترة رح يكون أغى عائلة كيرمان عصنه رمح لهيك مرته وبيته كمان لازم يكون بشكل يليق فيه ما هيك يلا تعي يلا طبعا ناطرينك شو الحكي أهلا وسهلا بس معكس تشاي عالغدا أنا بالمحل وعدنان هون كمان تعالوا منحكي سوا ماشي ماشي نحنا بانتظارك عمك جاي هلا قال مشان نحكي بالعرس وبس للخلص بدنا نروح نتغدى كباب معناها أنا طالع عندي شغلة عدنان وين رايح؟ في أهم من عرسك شو مجنون؟ شو صر لك العرس قرب وحماك جاي لنحكي وانت رايح؟ بابا قلت لكم ما بدي يتجوز ما بدي أهلا دلال كيف يعني ما بدك تتجوز البنة؟ انت بدك تفضحنا بين الناس؟ إذا ما بتحبون كنتم فضحوا إلغوا العرس من هلا ما رح تجوزه وهذا آخر كلام سمعني منيح عزة هلا مغضوب عليه عن ستو والآغاوية ما حدا عمي نفسك عليها لا تجي هلا وتعمل مشاكل امي بعدين قالت كلمتها اتجوز انت ودلال لحتى تصير الآغا فورا لا تكون بدك كمان توقف وجه امي وتكسر كلمتها عدنان ما عمقول لا لستي دلال ما رح تجوزه بابا مو على كيفك إذا كنت موافق تتجوز البنت أو لا زواجك هاد رح يصير وما رح تاخد غير دلال عم تفهم؟ شوفي عزة طلعني من هون فورا نفسي ما عم فيه أخده طيب 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 تعلي تعلي طلع تعلي ايه ايه شو به هاي شو به هاي طيب انت لحتى عم تضحكي هاي ومع بقصة شو به هاي شو به هاي شوفوا هم خطعوني شو حلو هاي هاي بنتي شو فيها شو حلوي بنتي أنا اما أنا ميت طلعت عايشي معناها كذبوا عليكي سمعي بنتي إلي اسم زهرة ليكي خلص فهمنا فهمنا مضبوط كلامك بنتك عايشي حبيبة أمي ماذا يعرفني لك هالموداية؟ ماذا يعرفني لك هالموداية؟ لا تزعلي العشير لكي شلومت أسرقتي؟ جنة هيمان حبيبتي أخر منتحكان عليها يا ترى معقولة حقيقية الله يسطل بكرا مننطر نشوف يا حرام مسكينة ماذا يعرفني؟ هناك Bourl commands إنهم مدفون أحسنت غالطة الآن لا تفهم شخص أنا ألم تفهم خدنا عالخان عميرستوم علي؟ يعني برأيي هلأ قبل ما نروح عالخان خلي يا خدنا عالبيت انت كتير تعبت اليوم بعدين منروح لا انا منيح بس كأنه انت تعباني شو قصتك شلون اي انا تعباني عم تفكري بعزة وملك معها لا تشغلي بالك ولا تفكري قالوا بس يعرفوا شي رح يخبروك رح يتصلوا انا متأكد رح يتصلوا وكل شي عن قريب رح يتحسن هاي انا رح طيب ونافين واسليمان رح يتطلقوا يعني ما بقى لنوصل للي بدنا يا غير هالأد زهرة اي شو هادا يا والله طلعت عيوني اطلب لكم شاي كما اوم على حيلك لنكون عم نتفع لكم اللي تتسيرنوا عنا لا بس عم نلغط نفس يعني اوم اتحرك يلا هيا بعد قبك يا ابني معقولة ما اقوللي انا هيك اشتغل باخر عمري اون يا سيد سليمان اتصل يلا يا ريت لو بطلع لي حدا يقلي انه بنتي عايشة لو بس شمري حتى لمرة واحدة وبرضى اني موت بعد هيك مالك شو هالكلام هي ارادة رب العالمين بعدين صحيح انه انت خسرتي بنتك من زمان بس في عندك طلابك مو قلتيني انك بتحسيهم متل ولادك حتى انك بتحبيهم اكتر من اهلو وبتحتمي فيهم اكتر منو شوف شوف هدول كانوا لبنتي هي لبستهم كم ساعة وبس يا روحي اول فترة ما كنت بقدرنام بدون ما شم ريحتهم ريحتهم هلق راحت خلاص انا ما انسيته بس كلهم نسيوا بنتي ما بتغيب عن حياتي ولا ثانية ولا يوم واجعها لسا تجواتي متل اول مرة اهلين امي بنتي شو عملتو كتير يشغل بالي شو قدرت تشوفي على المرة ايه حكيلي شو حكيتو ما كتير مغم انا هلق ما اني قدراني احكي بالقصة خلاص بنحكي بعدين امي مو لا عندكم راح نروح على هارمانلي فورا ما راح نقدر نجي تمام بنتي شو الله بتوصلي بالسلامة لك انا شو صار معون ما قالتلك شي شافتها للمرة رجعنا خدعنا بنتنا مرة تانية بعد ما وسقت فينا نحنا شو طينتنا من بين البشر سامي بنتي يا عمري المصد مقام بنتا يعني لسه ماسك الصورة وقعدة بتزاهر بنتي تلحط عايشي ايه اسيل لا تفرحي كلها الادو تحلمي انتي حتى لو كانت بنتك عايشي فانتي محكومة مؤبد ويمكن ما تشوفي وشها كمان لا وعدوني رح شوفها رح يجيبوا ليها ايه معناتها اسمعي لك انت مفكرة البنت رح ترضى تحكي معيك وانتي اللي قتلت ابوها شو نسياني هالقصة يمكن هي ما تقلك امي كمان وحتى يمكن تكرهك كتير ايه 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 عمير ستم اقمرني نحنا رح نرجع مع اهلي روح انت خلص لا تستنى يلا بس هلامي لك يلا الله معك ليش صوات الطبل والزمر هاي شاكلون عرفوا اني رح يقدر امشي ولهيك عم بيحتفلوا فيني هلا خلينا نفوت ونشوف لك خود بتستاهل ايه عيني عليك وانتي كمان بتستاهل وهي العيونكن علي علي شو بدك فيه يلا امشي نرجع الاكل اليوم علي علي شرف ابني اللي رح ييجي ألف مبروك يا مجي ابني رح ييجي عن غريب دخيل اسمك يا ربي دخيلك يا ربي ما اكرمك دخيلك يا ربي يا رب بدي شوف هلأ مين رح يكون الأشطر بمواضيع التعبير رح وزع عليكم لوراق وتكتبوا موضوع عن حالكم مثلا حياتكم بالبيت أو أحلى شي صار معكم لهلأ أو شو بتتمنوا تصيروا بس تكبروا وتخلصوا دراسي تعي نجلة يعني كنت حابة يشوف المركز لهيك جيت معناها أنت ضيفتنا اليوم تفضلي عديون الطلاب هلأ عم يكتبوا موضوع شكل المعلمة خافت وتركت المركز سافرت عسطنبول هداك الختيار ضلوا عم يعطي تدرس مستحيل ملك تترك وتمشي لو هيك كانت بتفضي البيت بس هي ما أخذت عفشة معا آه يعني ممكن ترجع بتقول اي 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 اكيد بس هالمرة رح خليها تندم على رجعتها لهون يا أنا يا هالمركز هات عدنان شو بده ردي اللي نشوف أهلين عدنان كيفك شو الموضوع صاير شي لزهرة شو القصة لا اطمني منيحة زهرة آه انتو هلأ بسطنبول ما هيك مبارح لدريت قلت بتتصل وبتطمن انتو مناح ما هيك اي متى رح ترجعوا اي اي نحنا بخير وهلأ كمان رايحين باتجاه المطار المسا رح نكون بهارمانلي طيب ماشي بشوفكم بس توصلوا ترجعوا بالسلامة شو بده عالمشغول باله علينا والله انا ما عم بقدر افهمه لعدنان ما عم بفهم بنوب شو قصته عدونا ولا صديقنا انا كتير متفاجأة ايه خالتي فاطمة قولي كيفك ابني انا ناطرتك بس تفضع مشان نحكي ماشي خالتي فاطمة تعي خلصت شغل انا ليكني قاعد لحالي بالمطعم اللي بالبلد تعي لعون مسافة الطريقة بكون عندك ناطرك علي بجيب لك اكل مانك جوعان شكرا زهرة مالي جوعان شو ما فيك تطلع قدامك لك انتي لسه لك عين تحكي وترفعي صوتك نقلعي من هنولين لك شو صريعك لك كلهم منك انسي تحكي زهرة راح عاد لك نافين انتي لازم تبوتي راح عاد لك سمعتي انا بورجيكي خراس با مين نفكر حالك لكن تعالك المسلول عالك وهي سليمان كمان راح يطلعك ويتركيك نحنا ما راح نتطلع لعد احلام اسمعت انتو السبب انتو السبب علي علي خلاص بترسجاك اهدا شو قصته هاده كمان اسمعوا صوته بيضل جاننه عميكتر علي شو ساير لك علي ابني مش عم تعمل هيك اهدا تركولي يا راح انت شو بنتك من بنتي فهمني علي نيفين منيح انتي علي بكفي علي شلي يا منوشي زهرة شبو علي بنتي يا روحي انتي اكيد ما راح تكرهي امك مايك انا امك لا تكرهيني ما بقلك ايه ما بقلك انه انا قتلته لابوكي ما بقلك وقتها راح تحبيني بنتي مايك ايه راح تحبيني وتناديلي ابني بس لما راح تجي عالسجن راح تتدايقي انا لازم اطلع من هون بسرعة ايه مبلا لازم زهرة ما بتقدر تجي تشوفني هون انا لازم اعمل هيك رمالا بدي اطلع من هون انا راح اجيب انتي جايل عندك راح اجيب انتي يا راح امك اهلين خالد تفضلي تفضلي ارتاحي شكرا ابني عدنان ما لك على بعضك صاير شي ايه ماني مرتاحة بدن شوفي انتي متخانع شي ما حدا عندك بالشغل مو هيك لأ شكلي متخانع مع حالي خسران وربحان بنفس الوقت انسي خلص حتى لو حكيت ما راح تفهمي اكيد عم يضغطوا عليك لتتزوج دلالة مشان هيك مدهي لحتى تصير الاغا المفروض انه تتزوج من البنتي ليختاروها هني عدنان اذا ما بداك وقف بوشهم ابني مانك مضطرة تعيش الحياة اللي بيختاروها هني شو اعمل يعني ها بتخلى عن الاغاوية مو الاغاوية هي الحلم اللي بدي وصل له حلمي وحلم امي انه صير اغب يوم من الايام الاغاوية يعني مهمة هل قد عندك بها البلد يا بيكون الواحد عادي يا اغا وانا ازا بدي كون عادي موت احسن المهم هلأ شو كان بديك تحكي لي يعني بعدين خلص بلا مزيد عليك مو ناقصك لا تاكلها بعرف شو اللي بديك اياه استني شوي خالتي فاطمة بصري الاغا بحكي مع سدتي لورينو من حل قصدك يلا انا صعر لازم امشي هلأ الله معك عدنان والله حرام يلا تفضلوا احكولي هلأ لشوف قصة الطلاق مظبوطة متل ما سمعت يعني مرت عمي سليمان ليكي سدتي سليمان كرمال غير جو وارتاح بعثني لحتى قضي عندكن هون كم يوم بس ليكي شو صار حتى هون ما في راحة بنو يعني شفتي ما بيحترم اني اكبر منو وبيحكي كلام لو عدوتو ما بيقل لي اياه وبيحكي حكي مو صاير كمان هيك لكان يعني انتي وسليمان ما راح تطلقوا متل ما قال لا الله لا يقدر شو هالحكي هاد اكيد هالشي مو مظبوط نيفين بنصح هيك تقولي الحقيقة يعني ما لي مقتنع علي ليش لي يحكي هيك اذا ما له صاير لانه سونة حامل هو عرف هلأ ستي ايه ولهيك حضرته جن جنونه وتهجم علي انتو شفتوه كيف تصرف معي يعني البنت اتجوزت وهلأ حامل لازم يشيل من باله بقى والله هالشي عبو ما بيصير بعدين مرت عمي هاي مو اول مرة بيعملها على طول بيضايقها لبنتي ليكوا سمعوني منيح ما في شي بيتخبى هون انا لازم اعرف كل صغيرة وكبيرة ولهيك اذا في شي وما حكيتو ما راح سامح حدا ابدا ممن كان دعي انه سليمان ما يطلقك سمعت ستك شو قالت ان شاء الله يلا روحوا عالبيت لا تنسوا تكملوا مواضيع التعبير ماشي حاضر اقتاز شو اخبارك امنيح شرفتنا اليوم بجيتك على صفنا صحيح انت شو كتبت بالموضوع حابي اعرف مو قولك هادل الان سملك واذا بدك تعرفي بتستني لتقراهن صحيح عطيتي زهرة الكتاب عطيتها بس هي ما اهتمت فيه انا حبيتو عم بقراهن لا غريب كتير توقعت تحبه زهرة قللي عمي عدنام فيه شي حكيت مع ملك من شوي شو وصل لك عجت حكيت كيف هلا قللي عمي ما خبرتك امت راجعين اليوم عالاغلب رح يرجعوا من اسطنبول معقول يعني بيكونوا اكيد عرفوا شي وقللي ما كانوا رجعوا بهالسرعة هاي انت شو رقيك مظبوط كلامي ما هاي ممكن بكرا منعرف كم لي شغلك عدنان وين شارد وبشو عم تفكر اه خير ابني اقول ولا شي ستي بس لو تعرف قديش اتعبنا اليوم اطلعنا مع دلال واخدناها ع السؤلة تجهز ستي لورين انا حكيت اكتر من مرة لا امي وابي بس بدك تقول خلونا نأجل العرس ليش العجلة ما حلوة يتأجل اكتر من هيك بكرا الناس بيحكو بعدين عزيمة المصالح حتى بع العيلة اللي رح تصير بعد كم يوم انت اللي رح تمسل عيلة كيرمان فيها لهيك جهز حالك من قلق عن جهز ستي وهنيك احكي لكل اللي حاضر انه رح يكونوا معزمين على عرسك خبرهم عفوا المرتعمي عزيمة المصالحة هاي ما بصير تختاري عدنان ليمثل عيلتنا فيها مستحيل هالشي عزات نعم زهرة هلا بتكون ناطرة الاخبار مزبوط بعرف ايو شو رح نعمل هلا كيف بدنا نقلها شو صار معنا خلينا نروح حلال عند عم إبراهيم ناخد رأيه بالموضوع ومنشوف شو رح ينصحنا شوفي زمرت ليش هالحكي إذا عندك شي بدك تقولي تفضلي مرت عمي أنا ما عندي حكي بس بحية هي اللي نعوية تقولك شي شوفي بحية أنا بدي أمي بحية أمي أمي زهرة روح يجيب الكالونيا أمي ربتي علي أمي حاتي ليكو حالتا ليكي شو صار فيها من زعلها شو صار لك صحي أمي أمي أنت إذا كرمع العزة مع طردها ما بيحق إليك عزة تولي تخلى على الغوية أمي أنا هون أمي لكني جنبك جنبك أمي يا روح يردي أحكي زمرد مظبوطي اللي سمعتم أنت كرمع العزة عم تعترضي أنه عدناني يروح على العزيمة ويمسل عيلتنا آي صحي الكلام ياللي بقصده يعني على الليلة الاتنان يروحوا على هيل عزيمة زمرد أنا كم مرة قلتلك عزة هو اللي تخلى عنا وترك البيت وراح وأغوية عائلة كرمان اللي بيستاهلها واحد من العائلة هاتي بنتي أنا مخدة رجلي إيه عم ينزوا علي ينز اليوم اشتغلت كتير بابا غلت عبنا كتير يا بنتي اليوم انا واخوكي طلعونا روحنا ايه والله العزيم شو عملتو حتى تعبتو شو عملنا رحنا انا واخوكي فصفصنا بزر شو بي رأيك رحنا عدتلنا كاس شمينتو وعدتلنا حديد كسرونا تكسير طلعوا روحنا هاتي قومينا وليني كاسة ميلة شوف هون ما في مي بابا سليمان قوم جبلي مي قوم سليمان ها انت راشت يا ولد قوم عبيننا مي مو سامعك بابا لا إله إلا الله أصدر انت اليوم مش هك نقلب من حاله بالشغل كل نهار مثل الأهبل هيك كنت عم تطلع عمو طلب منك كاسة مي هون حتى هاي ما سمعتها كل مين داير على همه يا شو صاير الكل أبي بوس إيدك دعي أخلي دخيلك لا تزيد علي منعصاك يا روحي تعرف شغلي ابني لما خطفت انت بنت غنم كيرمان ما فكرت انه رح يصير فينك لهالشي ما ما فكرت يا شاطير ها بابا نيفين حامل ايه لا بار حبل ما تروح قالتلي حابل نيفين أحلى الشي يا عين والله نقشت معنا يا حبيبي معنا يا عيني يا ليل معنا جانا الصبي ابن الزين انت منيح بابا لك معقولي ما أكون منيح لك أبي يا سمع أبوك انت يا ولد انت منت الفشكي فشكي عفري ما عليك ابني لك طول ما بنت عائلة كيرمان حامل يعني صار عنا جاجة بيدها حاكمامل بيطة بالصبح Уبيطة بالباساء لكن بابا بس نحنا اتفأنا نتطلق ونيفين روح لك عن طلاء ما في طلاء ولا في غير ولك ما كان كنتي هون بالبيت مكرا من الصبح ترأي لها على القصر بترجع مرتك ما لهون وخلاصنا بتسكني على الموضوع يلا طيب زهرة اه قل لي زهرة شو رح يصير فيها ها؟ زهرة ما؟